تصور كرة شمسية بيضاء تضم ثلاثة ألوان تركواز وأصفر وفايلوت مقاس ثلاث بوصات فوق رأسك هذه الصورة هي تمثيل رمزي لهويتك الريشي الشمسي من الكون الخامس في الاستنشاق التالي تصور هذه الشمس البيضاء تتحرك لأسفل الجسم حتى يتمركز جسمك داخل هذه الشمس الكروية تنفس بهدوء بضع لحظات ومع كل شهيق من نور الشمس وزفير داخلك أشعر الطاقة تسري في جميع خلايا جسمك وأن الخلايا بدأت تضيء بنور ضعيف أولا ثم مع التكرار ستشع نورا لامعا في الشهيق التالي اسحب هذه الطاقة من حولك إلى نقطة من الضوء الأبيض النقي المتمركز في شقر الضفيرة الشمسية ثم زفير إلى هذه النقطة البيضاء لتنفجر لنجوم صغيرة لامعة تنتشر وتتوسع حولك كرر هذا التنفس كذا مرة شهيقنا اسحب الطاقة من هالتك وجمعها في نقطة بشقر ثلاث ثم زفير بقوة لتوسع مجال هالتك أوسع وأوسع حتى تشعر أن عالمك بدأ يمتلئ بالنور وأن الأرض تتشبع بالنور هي والنبات وحيوان وكل الكائنات والطاقات الغير متزنة بدأت تضيء بالنور وتتحول كل الأفكار الغير مكتملة والعواطف المخزنة هذه طاقات تتحول إلى كائنات مشوهه محبوسة داخل جسمك مسجونة بسببك ولا بد أن تخرج إلى النور بطريقة ليس وقتها الآن أما العواطف التي تطبع فكرك أنت وليس من الحدث والإلهام وتسمى مشاعر أو الشعور الذي يترجم كلمات صور وإدراك فوري للحقيقة فالعواطف التي تطبع فكرك أنت هي عواطف فاسدة حتى إن كانت إيجابية أو سلبية فلا بد أن تنتظر وتسأل نفسك العليا هل هذا الفكرة أفعلها أم لا؟ وساعتها ستجد الإجابة بالشعور الذي يترجم إلى كلمات أو صور أو إجابة مباشرة مثل انقباض بالقلب أو انبساط وراحة لفعلها انتبه الآن سنأخذ شهيق من شقر الأرض تيار المهارة إلى شقر القلب وفي نفس الوقت شهيق من أنوار شمس الريشي التي حولك إلى شقر القلب ليتجمع في صدرك ثم مباشرة زفير بقوة داخل الجسم وإلى حولك أعد هذا التمرين لتوسع مجال هالتك أوسع وأسع في كل مرة ضع نية جديدة في كل شهيق وأدفعها إلى المكان الذي تريده لتفعيل النية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر